استقبل الأمين العالم لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت واناستونت بيترز وزير خارجية نيوزيلندا والوفد المرافق له وذلك أثناء ذيارتهم إلى مصر اللقاء تناول عدد من القضايا الإقليمية والدورية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث أشهد أبو الغيت بموقف نيوزيلندا الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والمطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار